إليك أفضل هاتف تشتريه في الفائر المتوسطة حاليا بسعر 6 ميلي وهو البوكو أف ثلاث نتعرف على المميزات والعيوب ولماذا أنصحك بشراه السلام عليكم ومرحبا بكم وخبطين مرة أخرى في فيديو جديد معكم السعيد إن شاء الله تكونوا كاما بخير قبل ما نبدأ أتمنى تدعموني باللايك وإذا كنت أول مرة تشاهدني اشترك الآن وفعل الجرس باش توصلك كل الإشعارات والآن لما نطوله نبدأ الفيديو نبدأ بالميزة الأقوى في الهاتف وهي الأداء وهو يأتي بمعالج سناب دروس 870 5G دقة تصنيع 7 نانومتر ومعالج رسومي آدرينو 605 وهو الأقوى في هذه الفئة السري قدم لك آداء مميز في الاستخدام العادي والمكثف وتجربة لعب ممتعة جدا كلعبة باب جي تلعب على إعدادات 60 إطارة ثانية بكل ثلاثة دون أي مشاك فليس هناك أي هاتف ينافسه في هذه الفئة السري يتوفر الهاتف بعدة نسخ عندك 8 جيجا رام مع 128 أو 256 ونسخة أعلى 12 جيجا رام مع 256 جيجا ذكرى التخزين من النوع الأحدث والأسرع UFL 3.1 باختصار ملك الأداء بدون منازع في هذه الفئة السري يعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 ووجه شاومي MIUI 12.5 الميزة الثانية هي شاشة أموريد مقاس 6.67 إنش بجودة الفول HD بلاس بكتبة بيكسلات 395 بيكسل كل إنش تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتدعم HDR 10 بلاس وتقدم سطوع عالي تحت الشمس تصل لـ 1200 نيتس يعني مش راح تكون عندك أي مشكل من ناحية السطوع تحت أشعة الشمس وتدعم طبق حماية كورنينج ريلا جلاد الجيل 5 الشاشة بألوان مشبعة ومتبينة ورح تستمتع بمشاهدة أي محتوى خصوصا ذات الجودة العالية والتي تأتي بدقة HDR كما أنها سلسة جدا في التنقل بين الطبيقات باختصار شاشة مميزة جدا في هذه الفئة السري الميزة الثالثة بطارية بسعة 4520 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وار بطارية مرضية جدا وتكفيك مدة طويلة من الاستخدام الميزة الرابعة هي أنه يأتي بسماعات خارجية من نوع استيريو ورح تستمتع بجودة صوت قوية ونقيل والميزة الخامسة أنه يأتي من الزجاج ينزل 196 جرام مقاوم للماء بشهادة IP53 والتي تكتفي فقط برداد الماء من المميزة أيضا بصمة مدمجة مع ذر الطاقة أدواء سريع أما عيوب الهاتف هي جودة كاميرات متواضعة فإذا كنت ممن يعشق التصوير فهو ليس الخيال الأمث فالعدسة الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل فتحة 1.8 والثانية 8 ميجابيكسل إلترا وايد والثالثة 5 ميجابيكسل الماكرو تدعم تصوير الفيديو بجودة 4K بمعدل 30 إطار في الثاني والعدسة الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل فتحة 2.5 جودة للكاميرات جيدة لكن مقارنة بهواتف أخرى كالسامسونج A52 والريلمي جيتي ماستر إديشن والريدمي نوت 11 برو 5 جي فهي للأمانة متواضعة من العيوب أيضا أنه لا يدعم منفذ 3.5 ميلي للسماعات ولا يدعم تركيب كارت ذكرى خيرش الهاتف يدعم الـ NFC والـ IR بلاستر للتحكم بالأجهزة الكاربئية الهاتف مغري جدا بهذا السعر وتعتبر صفقة ذهبية لشراء هذا الهاتف الآن في ذل الأسعار الملتهبة للهواتف الجديد إذا لم تجد الهاتف سأترك لك رابط المحل في الوصف هنا نصل لنهاية الفيديو في الأخير لا تنسى تعمل لايك وإذا كنت أول مرة تشاهدني اشترك الآن وفعل الجرس باش توصلك كل الإشعارات ودمتم في رعاية الله وحفظ